معلومات صادرة عن رئيس المجلس القومي للأمن الغذائي تشير إلى أن 200 ألف عائلة ونحو مليوني طفل في إسرائيل يعانون من نقص في الأمن الغذائي حيث كشف البيان على أهمية عمل وزارة الصحة في هذه الأيام على تخفيض أسعار الأغذية الصحية وحظر نشر إعلانات تشجع المواطنين على استهلاك أغذية تضر بالصحة حقيقة طبعاً بنلاحظ هذه الظاهرة الانتشار الأمراض زي ما شفتوا حتى إسا قبل ما تيجي بالعيادة الإسهال والتقيق وهي الشيء التي تصل عند الأطفال طبعاً هو بنبع الإشيء أول من التغذية الغير سليمة نحن نلاحظ أنه في انتشار حتماً في رمضان الناس لا تنتبه لهذه الشغلة لأن الأطفال تطلع برية البيت وتستهلك أغذية اللي هي مشروبات غزية، أكل سريع، ممكن أكل محلات مش نظيفة فمنلاحظ أنه في ارتفاع بحالات الإسهال والتقيق وهي الشغلات حتى حم وأشياء مشابهة عشان هي كالمطلوب شهر رمضان هي فرصة نحافظ على التغذية السليمة أو التغذية الصحيحة يعتمد العديد من الأشخاص على عادات غدائية خاطئة خلال شهر رمضان المبارك تؤثر سلباً على صحة الصائم، مما يسبب سوء التغذية في استياد حالات التسمم والأمراض التي يمكن أن تضر بشكل كبير على صحة المواطن هذا أملنا دايماً أنه الصيام يصير فيه صحة ولكن كتير مرات العادات الاجتماعية وكل هاي الأشياء بتخلينا مرات في فترة رمضان أن الأكل يكون أكتر من اللازم أو يكون فيه كتير أشياء في الأكل من الأشياء اللي هي بترفع نسبة السكر، بتقلل من الصحة، وبتزيد من المرض استهلاك السكر والسوائل أو المشروبات السكرية عالي جداً في المجتمع العربي للكبار والصغار حتى تطلع بحث قبل أسبوع حتى تحت جيل السنة فكتير بديه أن يكون المشروبات اللي موجودة على الطاولة تكون ماء، عصير، كمية يكليلة، طبعاً سودا وما يكون في كل المشروبات المحلية لأنه نسبة السكر اللي فيها عالي جداً يؤكد قسم التغذية في وزارة الصحة أن الغذاء الصحي هو مهم وضروري وخاصة في ظل الأمراض والأوبئة تزامناً مع شهر رمضان الذي من شأنه أن يزيد من سوء التغذية وأن يضر بمناعة الجسم بينما السمنة تؤدي إلى زيادة مخاطر التعرض لأمراض صحية عديدة